نعم ثم انتقل الشيخ وقال والإيمان بجملة الرسل وبجملة الكتب واجب أيها الإخوة يعني لوحة واحدة لوحة فيها رسم بياني إلى العام الماضي أو الذي قبل العام الماضي لا أذكر عند تلك اللوحة دخل الإسلام عند الوقوف عند تلك اللوحة أكثر من سبعمائة شخص كيف هؤلاء النصارع كان كلهم كان الرسم البياني فيه عن الأنبياء والرسل عدد الأنبياء أو الرسل المذكورين في القرآن الكريم الخمسة والعشرين وقد رسموا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم قبل محمد عيسى فهم كانوا يقرؤون إلى وصل سيدنا عيسى فقال كيف يعني فيقال لهم أننا نؤمن لهم سيدنا عيسى قال تؤمنوا بعيسى هم يتصورون أن هؤلاء العرب هؤلاء يعني شرذ ما قليلة اختاروا دين وقالوا أن محمد هكذا هو ويظنون أن المسلمين لا يؤمنون بأن هناك نبي يسمى عيسى عليه السلام وهذه الفكرة إلى الآن صور يعني التقدم والحضارة والتكنولوجيا والتقنيات ووسائل الاتصال والإعلام إلا أنه يوقي التخلف في عصر العولمة لا يعرفون عن هذه الدول بماذا يؤمنون وبماذا يعتقدون هؤلاء أول ما وقفوا ورأوا هذه اللوحة أكثر من سبعمائة شخص على مراحلها لأن كل مرة يأتي عحد فيرجب هذه المسميات والأسماء فقالوا تؤمنون بموسى نعم تؤمنون بعيسى نعم ويجب علينا ذلك ولهذا يقول الشيخ والإيمان بجملة الرسل وبجملة الكتب واجب ويغزي الإيمان بجملتها فيما عدا محمد صلى الله عليه وسلم